النهاردة على سبيل المثال ويمكن ده هنا في الصياق المتصل وده خبر بالمناسبة مهم ان حضراتك تبقى فهمه وعارفه النهاردة فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع اللواء اركان حرب وليد ابو المجد ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لقوات المسلح طيب الاجتماع كان على ايه؟ كان على متابعة الموقف التنفيذي لجهود جهاز الخدمة الوطنية في مسألة توطين الصناعة توطين الصناعة بكافة اشكالها بكافة اركانها توطين الصناعة سواء اذا كانت متعلقة بامور انتاجية توطين الصناعة في مسألة التكنولوجيا الحديثة توطين الصناعة في مسألة التدريب للكوادر البشرية اللي احنا محتاجينها توطين الصناعة علشان خاطر التصنيع والصيانة اللي هي خدمتنا بعد البيع صيانات توطين الصناعة علشان خاطر نعمل بنية اساسية إذا كانت صناعات مغزية أو صناعات انتاجية إلى آخره توطين الصناعة علشان نخلق فرص عمل أوسع فرص عمل أكتر وأوسع يعني ناس بتاخد مرتبات ناس بتاخد مرتبات يعني جيوبها فيها فلوس يعني تقدر إنها تشتري أكتر تشتري أكتر يعني بتشتري منتج ماهو المنتج ده كمان بيتزرع وبيتصنع وهكذا هي عملية مرتبطة ببعضها البعض الرئيس مرة واثنين وثلاثة وعشر ويمكن مية بيتكلم على توطين الصناعة وإن إحنا نبقى بلد قادر على طرح منتجات صناعة محلية بسعر أقل من نظرها المستورد الرئيس عارف ده كويس وفهمه كويس وبيوجه إليه كويس جدا وقالها فيه أكتر من موضع برضو يا جماعة إحنا ما عندناش مشكلة في إن إحنا نوطن الصناعة هنا لعندي مشكلة إيد عاملة قصة إيد العاملة الرخيصة أو إيد العاملة اللي مش رخيصة دي نقطة والقصة التانية ودي اللي مهمة جدا هو أنا ما بصنعش ليه أو ليه عندي كده ناس بتقف بتقدم رجلي وتأخر رجلي لا لا المسألة أكبر من كده المسألة أنا عايزك تصنع عشان أنت تبقى قوي أنت المواطن بالمناسبة واطنط الصناعة في هذا البلد على مختلف مستوياتها وأشكالها وأنواعها كل المواطنين هيستفيدوا النهاردة الاجتماع كان فيه تركيز عالي جدا على مسألة مشروعات البنية التحتية عندنا حجم ضخم وانتشار لمشروعات كبيرة على مستوى الجمهورية إذن بنحتاج إلى صناعات مغزية للبنية التحتية صح؟ يبقى نزل بنشتغل على ده وأنا هنا بردوها بقى محتاج إيه محتاج العمل ومحتاج الموظفين ومحتاج المهندسين محتاج كل حاجة أي صناعة محتاجة كل الكوادر مش محتاجة نوعية معينة كل الناس أنا محتاجة طول الوقت مدير تنفيذي سي او ومحتاجة طول الوقت عامل عظيم ومحتاجة طول الوقت مهندس بارع ومحتاجة طول الوقت موظف اسمهم إيه ده موارد البشرية عظيم إلخ 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 شركات ومصانع ومزارع وكله يغذي بعضه البعض مش بقولك من الإبرة للصاروخ خالص العالم مبقاش في حاجة اسمها من الإبرة للصاروخ لكن العالم قدر الإمكان يحاول دائما أن يصنع كل شيء وإنت عندك القدرة طيب